نبقى في الشأن السوري وآخر تطورات الميدانية ونعود إلى تطورات الرقة من الحسكة عبر سكايب ينضم إلينا كينو كبريل عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية مساء الخير سيد كينو إذن ما زلنا نتحدث عن متابعة تقدمكم ومهاجمتكم الرقة منذ الأسبوع الماضي من ثلاثة محاور صحيح؟ أي إضافات ممكن أن تخبرنا بها فيما تعلق بهذا التقدم وإستعادة حي المشلب؟ طبعا قوات سوريا الديمقراطية التي تتقدم منذ عدة أيام داخل مدينة الرقة استطاعت بالجهود التي تقوم بها مختلف الفصال العسكرية المشاركة في الحملة أن تسيطر على عدد من الأحياء بشكل أساسي في المحور الشرطي والمحور الغربي للمدينة طبعا هذه التقدمات التي حصلت من طرف قوات سوريا الديمقراطية تمكنت خلالها من تحرير قليل الجزرة ودخلت أحياء المشلب والرومانية وغيرها من الأحياء الموجودة داخل مدينة وبدأت تسيطر على الكتل الأبنية السكنية الموجودة داخل حدود الإدارية للمدينة طبعا هذا التقدم يواجه بعمليات عسكرية من قبل داعش ومقاومة بأشكال مختلفة أساسا داعش تحاول انهزام من المواجهة المباشرة مع قواتنا وتستخدم أسلوب الأغام والعربات المفخخة والطائرات المسيرة لإسقاط القنابل وغيرها من السليب التي تمنعها من الاشتباك المباشر والتي تعتمده من أجل الانسحاب إلى داخل المدينة ومركزها طبعا هذه الحالة مستمرة منذ الفترة الأولى للحملة التي بدأت من كما قلنا منذ عدة أيام ومعنويات مقاتلنا عالية ويستمرون بتقدمهم كما جاء في التقرير الذي قدمته مراسلتكم بالجبهة الغربية عندما نتحدث عن هذا التركيز لقوات سوريا الديمقراطية كيف تختلف عن جبهات أخرى؟ كيف يمكن أن نشح عنها إذا ما فصلنا قليلا جغرافيا؟ طبعا لا يجد اختلافات كبيرة لكن الناحية الغربية لمدينة الترقى هي واحدة من المحاور الواسعة والتي تمتاز بفنق الأبنية قريبة للشكل القرى وغيرها هذا الأمر بالناحية يسمح لمقاتلين بالتقدمات مباشرة لكنه يفتح ميضا على المناطق الأخرى التي يسيطر عليها داعش والتي ممكن يستخدمها من أجل عمليات القانص وغيرها على هذا الأساس التقدم يتم بشكل بسيط وبطيل فلنقل من أجل ضمان حماية المدنيين إخدام الأسلحة الثقيرة داخل المدينة والاكتفاء بالأسلحة المتوسطة والخفيفة من أجل حماية المدنيين بشكل كامل هنا أيضا فلنقل بشكل أساسي داخل حي المشلب والأحياء الموجودة بالناحية الغربية أو في المحور الغربي كان عدد كبير من المدنيين التزموا ببيوتهم وهذا الأمر أدى لتخليص قسم كبير منهم من خلال العمليات التي قمنا عليها وسيطرنا عليها على هذه الأحياء ولاحقا تم نقلهم إلى مناطق آمينة ويتم العمل على نقلهم إلى مناطق آمينة من أجل حمايةهم حتى انتهاء العمليات العسكرية داخل المدينة الهدف المقبل؟ الهدف المقبل هو الاستمرار بالعمليات العسكرية طبعا هذه العمليات تتم عند محاور كما قلنا من نحو الغربي من منطقتين شماليه وجنوبيه والمحور الشرق في نفس الحالة وأيضا المحور الشمالي الهدف هو الوصول تدريجيا إلى مركز المدينة والسيطرة الكاملة عليها صحيح أقصد تدريجيا بعد هذا التقدم اليوم حي المشلب قلعة هرقل طبعا حاليا أعتقد العمل مستمر على الأحياء الرومانية وحي السباهية التي يتم أو تحدث فيها اجتباكات حاليا وسنحاول أن ننهل العمليات العسكرية فيها خلال الساعات القادمة وفلنقل خلال بلاكثر يوم أو يومين وعليه التقدم كما قلنا سيتم بشكل بطيء من نجل ضمان حماية المدنيين ومن نجل مياه بالمياه واضح شكرا جزيلا لك عبر سكايب من الحسكة سيد كينو كبرائيل عضو القيادة العامة لقوات سوريا ديمقراطية شكرا شكرا